مرحبا أعزائي ومتابعي قناة بلين بعيون عربية نزل عدنا تحديث جديد تطبيق لإنستغرام التحديث برقم 284 ولا تنسون بعض الحسابات إجاهها ميزة المحادثات المشفرة قبل ما أبدأ أشرح الطريقة الصحيحة للتحديث أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعيون عربية شراءك و لايك ويفعل الجرس حتى يوصل لكل شيء جديد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بعيون عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل بالبداية التحديثات لتوصل وخصوصا اليوم صار عدنا كثير مشاكل بالسناب وبالإنستغرام فرجاء لا تعملون أي شيء وتحذفون حساباتكم لأنه هذا اليوم كثير كثير مشاكل صارت بسناب شات وأيضا بالإنستغرام نقطة واحدة حابة أقولها كل واحد يستعمل تطبيق الإنستغرام معلومات مهمة جدا ممنوع تستعمل التطبيقات اللي يزيد المشاهدات أو تحذف المتابعين أو تجيب لك متابعين كثير فيديوهات موجودة على اليوتيوب أنه راح استعمل هذا التطبيق هذا راح يزيد لك اللايكات هذولة كلها خطأ راح ينحذف حسابك أيضا بالنسبة لك ممنوع أنه تحذف متابعين بسرعة أو أضيف متابعين بسرعة أو حتى تكتب رسائل بسرعة وممنوع تذكر الأسماء السياسية اللي ممنوعة لأنه هذه راح تحذف حسابك هذه قوانين إنستجرام وقوانين سناب أيضا والقوانين إنستجرام يعني الفيسبوك والواتساب ممنوع ممنوع كل هذه التفاصيل تعملوها وخصوصا الأسماء السياسية ممكن تحذف إحساباتكم الآن طريقة صيحة للتحديث حتى نحدث بصورة صيحة بالبداية ندخل الأبل ستور ندخل بالأعلى وننزل الشاشة إلى أسفر راح تنزل التحديثات النازلة جديدة ونزل عندنا الآن الإنستجرام ونادر ينزل هذا اليوم لأنه دائما ننزل الثنين هاليوم أخروا إلى هذا اليوم ظهر عندهم مشاكل كثيرة التحديث برقم 284 تحسين المظهر وإصلاح الأخطاء قبل ما تحدث تروح على الإعدادات تنزل على عام تنزل على تحديث البرنامج تتأكد الآيفون آخر تحديث وراه راح ندخل على مساحة التخزين هذه المساحة الكلية 128 المستخدم 92 الفرق بيناتهم المساحة غير مستخدمة لازم يكون عندك أقل شيء 7 إلى 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة شوفوا الآن هذه المحذوف ومؤخرا حتى فرغوها بعدها راح ننزل على الإنستجرام الإنستجرام 500 ميجا لو كان 1 جيجا الأفضل تدخل عليه وتعمله حدف ووراها ترجعها راح يرجع محدث وهذا كان آخر تحديث 283 الآن 284 راح نروح نحدث ما عندي أي مشكلة بعد ما يحدث راح أدخل داخل التطبيق أشرح لكم الآن كمل التحديث أدخل عليه وهذا حسابي kdr-intra-kl-ed-1-2-3-5-3-5-3-5 اللي حابب يتواصل وياي بالنسبة للميزة المحادثات المشفرة فجتني على حساب واحد من تدخل هنا بالأعلى راح يظهر عندك قفل بكرة إن شاء الله راح نزلكم هذه الميزة والحساب اللي جتي وشون راح نتعامل وياه أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتو لا تنسوا ندعموا قناتي برلين بيعين عربية باشتراكوا لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شديد من عندي مع تحياتي برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاط وشكرا لكم مع ألف سلامة بالنسبة كثير يكتبوني ميزة الريبلي أنا أيضا ما موجودة عندي فاللي تعمل فقط تهز الهاتف راح تعمل report problem وتقدم هنا للمشكلة للدعم وتقولها تكتب له هنا وتكتب له أنه أنا موصلتني هذه الميزة ميزة الريبلي باللغة الإنجليزية موصلتني وتنتظر إلى أن يرسلوها طبعا كل ثلاثة يام ترسل مرة إن شاء الله توصلك بعد فترة تحياتي لكم مع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر